السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دفع الثالثة سنة من سنة عشرين اربعة وعشرين رب اكونوا خير وفي احسن صحة وفي احسن حال ويكونوا امور معاكم ماشية تمام وكل سنة ومطايبين ورمضان كريم ربنا يا رب يوض عليكم الان بخير وان شاء الله تخرجوا من رمضان ربنا كريمكم كده ولمين اكبر قدر من المعلومات وان شاء الله تساعدوا خير الامتحانات على خير النهاردة هنتكلم مع بعض وفيديو الواجب السابع والدرس الاروماتيك بنزن وبكنا نكون خلصنا الجزء الكامل بتاع الهايدرو كاربونز ومن شاء الله من الاسبوع اللي جاي هنبدأ بقى الجزء التاني والاخير في الورجانيك وهو الدرافيتفز عشان نبقى نهينا المنهج تماما ان شاء الله بإذن الله ونبدأ المراجعات بعد العيد بإذن الله تعالى ولكن ما تنساش دايما الحاجة اللي تاخدها تذاكرها على طول خلص الورق اول بول باقي بنتكلم في شهرين ونص مش باقي كتير فبالله عليك لازم تستغ لكل الوقت اللي معك قالت الاروماتيك بنزن كتائلة مهمة جدا عليها درجات كتير في الامتحان مهمة فيها أفكار لطيفة فعشان خاطر انت امركز كده في كل كلمة بتتقال وتعالى مع بعض واحدة واحدة الراجع الواجب ونشوف لو فيها اسئلة واقفة معك أول سؤال فيه كان مجموعة من الأسئلة التي تشوز أول سؤال بيقول أول سؤال بيقول أقبح كمباوند في الكامستري كلها كان هو كمباوند الدي دي تي اللي كان بيدوب في الفاتي تشز بتاعة الليفين صالت وكانوا عايزين يستنموه ولكن منعوا استخدامه هنا بموت أي كان حي بيقبل الانسيكتوسايدز اللي بيتحضر ما بين البنزن والكولورين هو كان الجانب المكسان اللي هو عباره عن هيكساجون الشاب جوة عليها اسف 6 تكلورينات من الأطراف الربعة سونة الواجب هل الخمصة بذ مختلف الفوريك أسد الواجب لفلخ還 في حسب المز MEL الخمصة واناقام الكس Channel with يستمر في الحرب العالمية الثانية هو الـ TNT وهي الـ ستة طبعا البنزن مع الميثايل كولورايد كان بيحصل الكيليشن لأنه يخش على البنزن الكيل فبيسموها الكيليشن أو لكن الكيليشن هي اللي في الاختيارات طبعا البنزن عندما نشيما عليها ايتشن بالدلة بسلفونيك جروب دي نسميها سلفونيشن ريكشن تمانية ميكاناس بإنس باي إيه بينتهي بعملية الرنسن وهي عملية الشطف بتاعة الـ تسعة طبعا التيل كان أرجانيك ما بيحبش المياه يقول عليه هيدروفابيك تيل كاره للمياه ويحبش المياه عشر كل الحاجات التالية تستنم في صناعة الـ معادة طبعا كل الـ يستنم في الـ معادة طبعا تيانتي يستنم نايتروبنزن يستنم بولينايترو يستنم أي حاجة فيها نايترو تستنم ده كان في الريداتير بتاع العربيات 11 البنزن مع السلفوريك أسد بيقولوا عليها سلفونيشن لأنه يطلع بنزن سلفونيك أسد في النهاية من الـ اللي بتطلع من التفاعل الـ 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 دي كانت اللي هي كانت عبارة عن بنزن و بـ SO3NA وفي ديله R فده كان الـ اللي بيطلع من هذا التفاعل وده الـ بالنسبة لسؤال 13 أقول لك طبعا الـ فبيكون هيدروفيلك بيدوف في المية بيهب المية عادي جدا 14 حاجة كده عامة زي الباودر بتكون متعلقة في المية وتتشال وعملية النورمال هكسان النورمال هكسان لو حبيت تحوله البنزن في الـ كنا بنسميها لأنها كنا بنحاول حاجة نورمال حاجة لحاجة صايكليك ما شكرا بوليها بالكاتريس طبعا بعد كده سؤال 16 بيقول لك important organic compound which I use a manufacture of detergent إذا استنم في الدترجنت هو السوديوم صوت بالكايلبنزن سلفونيك أسد ولا البنزن سلفونيك أسد ولا الطلون ولا الجامكسان لا طبعا هو السوديوم صوت بالكايلبنزن سلفونيك أسد هذا اللي دام بيسانم في صناعة الدترجنت 17 بيقول لك نيتروبنزن on heating with a mixture of concentrated nitric acid and sulfuric acid at temperature كذا 100 degrees is integrated produces a لو عملنا نيتروبنزن خلنا يتفاعل مع نيترو مع نيتريك أسد في وجود طيب تخيل لا أنا عندي نيتروبنزن هو وجيت أدخل عليه نيتريك أسد تاني H O N O T O طبعا ال H هتركسر وال H دور على ال H تاخد ال H D ولا D ولا D على حسب الراس الراس فيها O فأتوجه في الميتا فلازم توجه في الميتا فعشان كده هتاخد ال H اللي في الميتا سواء بقى اللي في الميتا دي او اللي في الميتا دي اي واحدة والنايترو ستتخش مكانها فيحصل في النهاية على المنظر ده بنزن على راسه نيترو وهنا في نيترو وبناء عليه سموه ايه بقى فهتلاقي حضرتك اصلا هنا P و M و O دي اختصار لبارا وميتا وورسو فنقول عليه ميتا داي نيترو بنزن اه الاتنين دول نيترو والبوزيشن بنزل بعض ميتا فنقول عليه ميتا داي نيترو بنزن يمكن طريقة التسمية دي مش عليكم اللي هي ميتا داي نيترو كانت عليكم مثلا لو برانشين زي بعد منرقم ونقول الترقيم ماشي ازاي ده اللي في المكان هاجه لك من السؤال ده كان من بنك المعرفة حبيب برضو وعليك شكل التسمية التاني اللي موجود في العلم عشان لو صادفه جالك حاجة زي كده تبقى انت برضو جاهز وطبعا السلفوريك اسد ما تنساش ده اللي كان بيشفط المياه ويمنع طمانتاشر بيقولو حريتك لما تيجي تعمل لما تيجي تعمل مع زي البنزن مثلا لازم يحصل بمكسرم وكنسنتريت سلفوريك اسد اه طبعا عشان الكنسنتريت سلفوريك اسد هيسحب المياه دايما اللي هتخرج فدي الاجابة الصحة في سؤال طمانتاشر تسعتاشر بنزن كان اندرجو ايه بنزن يقدر يخش في ايه كان هناك تح povo غطيسن عشرين The major product formed In reaction of tolwin With colorines in the presence of Ferric colorides لابداء اخرج الجاح ويقوم بعمله Reaction مع 않은 Saturn هو فيما ساعة هذا الكولورين والتين الكسريني نتدور اسد اله هتخد أنه H بcome o م بمزاج الراس و الراس لم تكن UV او? هتأخذ يا ارثو يا ارثو يا اللي انت عايزه. بسعيدة هؤرثو كلورو طلون ولا 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 ممكن يطلع ممكن يطلع يعيشو وممكن يطلع وبنى يختار ايه? واحد واحد وذلك. في دول بيوجه في withيطبعا الشيء اللي بتوجه في where so the фilly the which ones who've created with with of wo? طبعا بالنسبة لنا سي اجابة صحيح. تظن انت ان ايه وبي غلط. لكن للاسف بي غلط اه انما ايه شغالة معنا لان ايه فيها او بس دي الوحيدة اللي كنتوجه في ارسو بار. فعشان كده نستخدم ايه ان سي ما ندلساش ان ايه دي كانت سبيشيال كيز. اتنين وعشرين. طبعا اللي بيوجه في الميتا هي الحاجات اللي فيها او. فعشان كده هنختار بي ان سي اللي اتنين فيهم فبيوجهه في الميتا. تلاتة وعشرين بيقول لك سلفونيشن اف طولون ايه? لما هعمل للطولون دلوقتي انا عندي طولون. اهو. هدخل له سلفوريك اسد اتش او اس او سري اتش. فساعتها الو اتش تتكسر. ولما الو اتش تدور هتاخد بقى عنه اتش دي ولا 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 مزاج الراس. لا بمزاج الراس. اسأل الراس يا راس. عندك او يا راس? لا ما عنديش او. وساعاتها هتوجه يا ارسو يا بارا. فعشان كده هنختار بارا او ارسو. وهي الاجابة الصحة هتبقى اي ام بي. بارا طولون سلفونيك اسد او ارسو طولون سلفونيك اسد. وده بالنسبة لسؤال تلاتة وعشرين. اربعة وعشرين بلك اللي هو الافي اي بيطلع لحضرتك ايه? طبعا البينزن مع الكولورين بيطلع لحضرتك دايما كلورو بنزن. دي كات بتخصل عطول فكات بتطلع كولورو بنزن صريح. خمسة وعشرين. which is the following is produced when benzene is heated with chlorine in the presence of the light. اللي هو اليو في. طبعا البينزن مع الكولورين في استخدام اليو في كان بيطلع الجامكسان. اللي هو شكله عامل كده. ولو ساعدتك فاكر بقى هتبقى عارف من الجامكسان ده. بتاعه عبارة عن C6H6 CL6. وهو بناءا عليه نختار الاجابة دي. في سؤال خمسة وعشرين هي الاجابة الصحية. ستة وعشرين. طبعا البينزن مع الكولورين في وجود الايرن ازاكاترس. هو يعني الفر الكولورايد او الايرن بصورة عامة ازاكاترس. بيطلع لحياتك دايما بنزن كلورو بنزن. اللي هو بنزن وعلى راسه كولورين. سبعة وعشرين. زي اكشن او C6H6. ويطلع C6H5CH3. خلي بالك انت كان عندك C6H6. اللي هو البنزن العادي ها. اتحول لC6H5. اللي هو الفي نايل. وفي CH3. اللي هو الطولون. فساعاتها دي تحوين البنزن لطولون. فانت هتحول البنزن لطولون. الرياكشن دي بنسميها الكوليشن. اقوله تمانية وعشرين. بيقولك دايما بتتحرق في صورة دخان اسود او بتحرق وتطلع دخان اسود ليه? طبعا عشان عندهم كاربونز كتير جدا جدا جدا. فالكاربونز لو تتحرق بتطلع دخان اسود. وده السبب اللي خلى البنزن يتحرق ويطلع بلاك اه كاربون او سموكي فلايمز بسبب عدد الكاربونز كتير جدا اللي فيه الراجل ده عنده ست كاربونات بيتحرقه مرة واحدة وبناء عليه عدد الكاربونات الكتير يخليه طلع دخان اسود كتير. تاسع عشرين. جيف ايه? والله يا جماعة لو انا عندي كلورو بنزن. اهو. وهعمل له لازم اللي هيخش هيستأزم الراس. يا راس اخش فيه ما فيهاش اوه فاتدخلك يا ارسو يا بارا. فلازم يطلع اما ارسو برودكت يا اما بارا برودكت. فعشان كده نختار ان ارسو ان بارا برودكت. وزي ما قلت لك او و ام و بي ده اختصار لأرسو بارا وميتة. بعد كده تلاتين بيقول له حياتك بونز بتوين كاربون اتمز ار ايكوال ان لانس ان البوند بتاعة اللي ما بين الكاربون اتمز وبعضها متساوية في الحجم فانهي من دول. طبعا لو خدت بالك يعني ده اربع كاربونات ومسلا واحد اتنين تلاتة اربعة يعني فيه هنا. احنا اتفقنا طبعا ان طول الضبل غير طول السنجل فدول طول البونز مش متساوية. انما البنزن بقى طول البونز اللي فيه كلها متساوية. ليه? لان البوند بتاعته لا هي ولا هي هي ما بين السنجل والدبل وكلهم زي بعض لانا كنهم بيضغيره. اما بقى الوان بيوتين ما يفعش والوان بروباين كمان ما يفعش. واحد وثلاثين. بيروحيتك زي باند لانس بتوين زي تو كاربون اتمز ان سي سيكس اتش سيكس لول بنزن مالكي. از افراج بتوين اتس لانس ايه? طبعا البونزة البنزن هي افراج ما بين البونز السنجل والبونز الدبل. هي افراج ما بين الاتنين دول. طيب يبقى هنختار كومباون سنجل كومباون دبل. بالنسبة للسي تو اتش سيكس ده الكان. والسي تو اتش فور ده الكين. فعشان كده هختار الاجابة دي هي الاجابة صحيحة. لان ده الكان عنده سنجل. وده الكين عنده دبل. وبناءا عليه بقى دي الاجابة الصحيحة. اتنين وتلاتين. بتاعك عدد السنجل بونز ما بين الكاربون اتمز وبعضها. طبعا البنزن بيقى فيه تلاتة دبل بونز كده. فهم طعم بيتغيروا. ولكن في الاول في الاخرى انت دايما بتحفل على تلاتة سنجل وتلاتة دبل. فالريشيو ما بين البونزات بتبقى ثري تو سري. اللي هي لو اختصرناها تبقى وان تو وان. فدايما نريشي ما بين السنجل والدبل هي وان تو وان. وعشان كنا نختار الاجابة وان تو وان هي الاجابة الصحيحة. تلاتة وتلاتين سؤال من كتاب المدرسة مهم جدا وظريف جدا جدا. بيقولك زي فورمينج اوف نورمل هتان يدينا ايه? لا بنراحة عليها بعد اذنك بقى. دلوقتي انت عارف ان النورمل هكسان بيدينا اروماتيك بنزن. النورمل هكسان. لما بتعمله بيديك الاروماتيك بنزن. لان دول ستة كربونات بيلف حوالين بعد. طب لما جيب لك بقى النورمل هبتان. ايه اللي هيحصن? قال لك النورمل هبتان ده يعني سبع كربونات. في ستة هيلفوا ويعملوا بنزن عادي جدا. ويتبقى كربوناية سبعة تطلع فوق ازابرانش. فيديك طولون. وبكده يبقى النورمل هكسان بيدي بنزن. انما النورمل هبتان بيدي طولون. وطبعا عملية بيطلع معها شوية هايدوجين. فكده يبقى ساعدتك تبقى عارف ان هو بيطلع طولون اند هايدوجين. وبناء عليه بقى انا خب لنا بمعنوة ديش مهمة جدا وجد سنفات في الامتحان. النورمل هكسان بيطلع بنزن. انما النورمل هبتان بيطلع طولون. وبكده يبقى ساعدتك شفت عملية بتتطلع ايه? اربعة وثلاثين. بيقولك طبعا البنزن ماملوش اصلا قاعدة ولكن هو عايز يقولك ايه? تعال نفكر نفق قاعدة مع بعض. طيب دلوقتي البنزن هو سي سيكس اتش سيكس. والطولون لو حسبته هتلاقي سي سيفن اتش ايت. خلاص? فعايزين قاعدة تمشي على الاتنين دول. فتعال نجرب. اول قاعدة مسلا عندنا هي طيب. لو الان بسいきس. تعال انا ان جرب. σيكس. طبعا ما يتسوي سيكس. اه يبقى ده فعلا ماشي عقاعدة دي. طبعا واضح الناحبة ثانية لو الان بسيفن يبقى. سيفن من شكس. ميتسوي ايت. اه. يبقى فعلا دي بتطلع ست يبقى كده نتيجة تطبيق القاعدة دي يبقى فعلا القاعدة الاولى تنجح انها تمشي على الاروماتيك بنزن والطولون لكن هل دي قاعداتهم اللي اجابة لا دي حاجة بس ايه كده بنعلمها لحضرتك انك تختبر نفسك تعرف تجيب قاعدة ولا لا لو سمحت الامور وجابت قاعدة بعد كده سؤال خمسة وتلاتين اه السؤال ده بقى ناس كير بتغلط فيه الطولون تعا نرسمه كده سوا ونعد البندات اللي فيه قاعدة يا سي دي شكل الطولون الصريح بالمنظر ده وطبعا فيه اتشات في الاطراف ده شكل الطولون تفصيليا يعني وطبعا بيكون فيه تلاتة دابل بونس كده طيب مبدئين الباي هم تلاتة فكيكي هستعمل اجابة سي انكيكي عندي تلاتة باي ده وفهمش هزار طيب التلاتة باي بقى كام سيجما قدامهم لقى تعاني هادى بقى السيجما السيجما بقى اي سينجل سيجما فادي سينجل اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع عشر احداشر اثناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر سيجما وبناء عليه يبقى تلاتة باي وخمستاشر سيجما ستة بتلاتين بتعتبر ايه بتعتبر سبستيوشن لبداخل سي اتش في ما كان اتش بتعتبر سبستيوشن طبعا بعدين سبعة وتلاتين بيقولك ارثو كلورو ميسايل بنزن اس بروديوست فروم ايه براحة كده انا عندي ارثو كلورو ميسايل بنزن يعني انا عندي كده ايه ميسايل بنزن خلاص وجنبيه كلورو في الارثو كده خلاص طيب بيقولك بقى اعمل على فكرة يديك بنزن تعمله هلوجينيشن يديك كلورو بنزن وما يطلعشنا طيب هلوجينيشن اه يبقى عندي ادخل عليه هلوجين يديني ارثو فعلا دي اجابة صحيحة مليون في المية فعشان كده في سبعة وتلاتين نختار الاجابة بي تمانية وتلاتين متا كلورو نايترو بنزن لو انا عندي يا جماعة اهو وفي كلورو في الميت الراجل دي يطلع ازاي تعال نجر يقولك لا ما انا لو عندي يبني اصلا كلورو بنزن ودخلت له هيخش في في الارثو او البار مش هيخش في الميت طيب ما هي هي يعني بنزن ادخله كلورو وبعد انا اعمله طيب هيخش برضو في الارثو او البار طيب اهدي بقى اللي تنفع ادخل نايترو الاول على البنزن وبعدين اعمل فانما ادخل كولورين تخش اكيد في الميت عشان دي فيها او فعشان كده الاجابة هي اصح اجابة فيهم كلهم بنيجي بقى التسعة وتلاتين طبعا اللي قدامك ده فيه جنب بعض بالزبط وجنب بعض ده معنا ان بتاعهم ارثو لبعض وخلي بالك ومش لازم الايرثو يعني يبقى ده هنا وده ارثو بالنسبة له لا هو اي اتنين جمع بعض يبقى ارثو مع كلمة ارثو معناها جنبه. فبالتالي اه لو ده مسلا الأساسي تعالوا ده ارثو وبعد ذا ارثو. طيب مسلا اقولنا ان ده الاساسي يبقى ده ارث وده ارثو. اي واحد اساسي الاتمين اللي يجب بعطه اسمهم ارثو. فطرد اتنين جمعوا بعض بتقول عليهم ارثو طيب عشان تنين ده للي يخش ارثو. لازم نعمل والله عشان يخش الارثه لازم الكلورين تقعد الاول والنايتر الخشة تستأذن عليها بتقول لها عاطفين يا كلورين تقول لها عودي جنبي على طول في الارث وطبعا اول بار فكان لازم كلورين تقعد الاول يبقى اه طبعا لازم يبقى هات بنزن اهي حط عليها كلورين فيديك كلورو بنزن خلاص هتجيب بس عادتك الكلورو بنزن ده بتاع حط عليه نايتريك اسد هيحصل اللي نفسك فيه ان ساعتها هتلاقي البندريك كسرت والخارت اتش اني اتش تسازن كلورو اللي هاخدي اللي جنبي هتديها اللي في الارث ففعل يطلع كلورو وجنبيها نايترو ومع طبعا شوية مية وبناء عليه المنزر ده هو هو المنزر ده على فكرة بس ملفوف شوية بس مش حاجة اكتر من كده يعني فالبنزن من حقك ترفها في اي اتجاه انت عايزه عادي يعني فلازم وده بنسبة لسؤال تسعة وتلاتين نيجي بعد كده سؤالة اربعين بيقولك سوديم الكايل بنزن سالفونيت از يوز از ايه طبعا السوديم الكايل بنزن سالفونيت بيستنم دايما از اديترجنت اللي هو السوديم صوته بقال كايل بنزن سالفونيك اسد واحد واربعين بيقولك بنزوك اسد اللي هو الراجل ده ده اسمه بنزوك اسد خلاص ولسام لك شكل او ري اكت ويس كونسنتريتو دنيتريك اسد هيتفعل مع النايتريك اسد طيب دي فيها او فهتوجه النايترو في الميتا فلازم نيترو تخش هنا فهيبقى اسمه ايه بقى والله لو رقمنا كده واحد اتنين تلاتة بقى اسمه سري نيترو بنزوك اسد يبقى نختار سري نيترو بنزوك اسد الاجابة الصيحة الاجابة ايه ان هو هيخش في الميتا سوى الميتري او الميتري يعني طيب نيجي بعد كده الاتنين واربعين بيقولك ايه بقى لك فينول تفاعل مع زنك طلع حاجة اسمها اكس تفاعل مع الامينيوم كلوريد طلع حاجة اسمها واي طيب الفينول لو يتحط عليه زنك بيديك بنزن على فكرة فده كده بنزن هنجيب بقى البنزن مع الالمينيوم كلوريد لو تفتكت رجوز سري سري سي ال لازم يديك طلون اللي هو الرجل الطيب ده فساعدتك لازم تختار في النهاية انه واي هو خلي بيقولك بيحبوا حاجات اكس وي دي او. تلاتة اقرابين يقولك لو عملنا للسيكس اتش فايف سي ال اللي هو ده. لو هنعمل له مع السلفوريشن يعني اكشن مع السلفوريك اسد. اتش او او اتش. وطبعا دي اعتكسر. والو تاخد اتش انهي اتش بقى دي ولا دي ولا دي ولا دي ولا دي ولا بمزاك الراس يراس. اخد انهي اتش. تقولك انا ما عنديش او اخد ارس واو بار. بس هتاخد ارس واو بار. فا ارس ولا اي حاجة مش فرقة فساعتها تاخد بنزن سلفونيك اسد بس لأ طيب ميتا كلورو لأ أورسو كلورو لأ هو من أورسو وبارا كلورو بنزن سلفونيك اسد ده اللي هيحصل فعن. اربعة واربعين بيقول لك الكاتاليتك هايدروجينيشن اوف بنزن جيف ايه? طبعا لما البنزن اعملوا الياكشن مع الهايدروجين طبعا فوقوت كاتاليس هيديك سايكليك هيكسان وضا الطبيعة جدا بنزن مع هايدروج لازم بديك سايكليك هيكسان. خمسة واربعين. ايه? طبعا الجامكسان اسمه هيكسا كلورو سايكلو هيكسان. فنختار هيكسا كلورو سايكلو هيكسان اللي هي الاجابة بي. وطبعا الجامكسان منظره معروف للناس كلها. هو عبارة عن بنزن من غير الدايرة اللي في النص دي. وبعدين فراسه بقى في كلوريناتك كتيرة جدا من كل اللي اتجاهت. للمنظر ده. طيب نيجي بعد كده لستة اربعين. بياكك. دايكلورو دايكلورو ايسان. ازننا زي ازننا مدال. دي دي تي المعروف ممرة عبارة اسان. سبعة عربين. اقلنا عبر لكنء هو ان هو سببستيوشن فقط لا غير. تمانية اربعين. campa Dest投票 توقيت. مين في الحاجات القتي Taiga يوجه في الميتا? الميوب Two Imeno ولا هايلوجين ولا new والعمين والهالوجين النايترو هي الوحيدة اللي فيها او فتوجه في النايترو هي اللي فيها والعمين دي النايتش تو. تسعة واربين. يقول لك زا كيتوني جروب طبعا الكيتوني جروب لو انت رجعت الجدول الارث والفارة هتلاقي عبارة عن سي او. وطالما فيها او يبقى اكيد هتوجه في الميتا. سؤال خمسين. بيقول لك. لا السؤال ده رائع 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 عشان خطي خلي بالك مني. هنعمل هايدروجينيشن. تلع من الفينول. لا سانية بقى. الاول انا هعمل للفينول. ادي الفينول. اعمل له بالزينك. هيدديني بنزن كده كده. اللي طلع ده بقى هعمل له هايدروجينيشن. يعني هجيب بنزن. اعمل رائع عشان مع الهايدروجين. لهم تلاتة ملطبعا في هايدروجين. فلازم يطلع لي السايكلوهكسان اللي هو السي سيكس طيب. السايكلوهكسان ده بقى اللي طلع ده اللي هو يقصد. ده اسمه بقى بيكريك اسد ولا اليفاتك كمباوند ولا فينيل كولورايد ولا اروماتك كمباوند. اولا ده اليفاتك كمباوند. ليه اليفاتك? لان ده سايكليك ساتيوريتد. واحنا اتفعنا قبل كده ان الحاجات السايكليك الساتيوريتد بتعتبر اليفاتك كمباوند. تمام? وده بنسبة لسؤال خمسين. نيجي بعد كده السؤال اتنين وخمسين. لأ سؤال اتنين وخمسين. لان لسه الفكرة بتاعته ما اخدتهاش تاخدوها لسا الدرس اللي بعد الجاي. فده هنأجله شوية معلش. وبعدين نيجي لسؤال اتنين وخمسين. بيقول لك ده السؤال السنة اللي فات على فكرة على طول. ده سؤال بتاع عشرين اتنين وعشرين. خلي بالك منه. بيقول لها حياتك الوقت ييديك حاجة اسمها كده شكله غريب عجيب. وبالك انا هعمل ده يعني هدخله ساعتها ده فيه او. وطالما فيه او هيوجف في الميتا. ما فيهاش هزار يعني. فساعتها هيطلع ده عبيد جدا جدا جدا. وده السؤال السنة اللي فاتت والله على العظيم. آآ نيجي بعد كده السؤال تلاتة وخمسين. لأ السؤال ده متكرار ما تحلهوش. آآ بعدين يجي السؤال آآ اربعة وخمسين. بيقول لها حقيق ايه? لما تعمل نايتريشن. لكومباوند بروديوزد فروم سيرمال كاتالاتيك ريفورمينج. اوف نورمال هبتان. لا استناني بقى. نورمال هبتان دي احنا لعبناها مع بعض قبل كده. وقيت لك نورمال هبتان بتعملهو كاتالاتيك ريفورمينج يديك طولون. فاللوقتي انا عندي طولون. بيقول لك هنعملو نايتريشن. عناي عندنا في المنهج نايتريشن دي. فهندخلو نايتريشن. وطبعا الطولون لو عملتنه نايتريشن بيديك في النهاية لو تفتكر اللي في المنهج. اللي هو عبارة عن طولون وعليه تلاتة نايترو طايرين كده بالمنظر ده. خلاص? وننجيب تلاتة امول وبيطلع تلاتة مية وقصة اللي انتم عارفينها. وده طبعا التين تي بتاعك. فبيقول لك بقى الكمباوند اللي هيتطلع ده هيديك ايه? هل هو انسيكت سايد? لا انسيكت سايد مين يا معلق? لا طبعا هو متفجرات كده كده. فيتختار سي. هي تختار دي. طيب هنختار بقى سي ولا دي? لازم ساعدتك هتختار دي. ليه بقى دي? اقولك. دي هي الاجابة الصح. طيب اش معنى دي? اولا هو اكس بلوسف. ثانيا هو سي سيفن. ليه سي سيفن? لان البنزم فيها ستة كاربونات. وفيه كاربوناية سبعة فوق. فهو لازم يقصيه سبن. فبالتالي لازم تختار سي سابن اتش فايف ان فري او سيكس. وطبعا هو او سيكس فعلا لان فيه ست قهات في الاطراف. ولو عادية النيتروجينات هتليهم تلاتة ولو عادية الاشيات هتليهم خمسة فعلا. وبكده بساعد تختار الاجابة دي هي الاجابة الصحية. سؤال بقى خمسة وخمسين وده اخر سؤال في ده جماعة ده كانة لطلون. خلي بالكم انه. الطلون سي سيفن اتشي بيقولك كل حاجات الاتية. اه تقدر اه ما تقدرش ااسف تجيب الطلون مع عادة حاجة. طيب كل دول ما يقدروش يجيبوا طلون مع عادة حاجة. لا الاسايل كولورايد ما يجيبش طلون. او الميسايل كولورايد ده هو ده اللي يجيب طلون. وعشان كده هنختار الاجابة بي هي الاجابة الصحيحة لان هي الوحيدة اللي تقدر تحضر الطلون. ما تقدر تكريفون ما جاءه في هكسان او هبتان او هبتان اسف ما تجيبش انما هبتان تجيه. فعشان كده ساعدت تختار الاجابة بي هي الوحيدة الصحة. نتعمل مع ميسايل كولورايد اللي هو ال سي اتش سري سي ال. في بعد كده سؤال رقم ستة وخمسين بي راحتك the following steps takes place to convert compound its general formula cn h2n plus 2 to compound its general formula cn h2n. طيب. افكر في السؤال ده ازاي اقول لي حضرتك. دلاتي او بيقولك ان ده cn h2n plus 2 وده cn h2n بس. طيب. ده ما فيهوش options كتير غير ان يبقى الكان. ده ممكن يكون فيه options ان هو يبقى يا الكين. يا يكون cyclic الكان. فاحنا هنمشي وراء الخطوات ونشوف. الالكانز اللي كاننا بنتفاعل بيهو ما كانش فيه غير اتنين على فكرة. هو ياما الميثان ياما النورمال هيكسان. هم دول اللي كان فيهو اصلا تفاعلات. تبتع نشوف بقى اول اجاب. يقولك strong heatings and quenching يدينا ايثاين polymerization. بعد كده يدينا بنزل. hydrogenation يدينا cyclic هيكسان. اه يقفى اعنا نصح. دي تحول من الكان ليه cyclic الكان. طيب. بي. reforming. اه. النورمال اللي هيكسان كما يحصله reforming يدينا بنزل. الkylation يدينا طلون. hydrogenation يدينا ميثايل cyclohexane. وكده. يبقى الرياكشن دي برضه بتوصل cn h2n بتوصل لcyclic compound في الاخر. طيب. نبدأ بهالوجينيش وبعدين. الkylion hydrolysis يمكن نبقى الkylion hydrolysis دانتو لسه مخدتهوش. ولكن هندرسه اكتر في. وده بالمناسبة بيوصل في الاخر الالكين. انما دي بقى strong heatings and rapid quenching. يبقى كده يدينا مثان. يدينا ايثاين. نعمله catalytic hydration. يدينا acetaldehyde. نعمله reduction يدينا ايثان او لا. ثانية كده. يبقى كده لو معايا مثان. نفى اجابة ديها. وهعمله strong heatings and rapid quenching. او quick cooling. فهيدينا الايثاين. وبعدين هاخد الايثاين. اعمله كاثريتك hydration. يعني نحط عليه مية. فهيدينا الاسيتال ديهايد. CH3CHO. هاخد الاسيتال ديهايد. بيقول لك اعمل له reduction. يعني ساعتها هيدينا ايثانول. فكده ما وصلناش لCNH2N زي ما احنا عايزين. يبقى هي الاجابة دي هي الاجابة الوحيدة اللي ما نفعش. نربع لك اكسبت. كل دول بيوصلوا مع دعا. وطبعا سي زي ما قلت لك هتفهمها. بس لسا الحصة الجاي. اخر سؤالة شوز سبعة وخمسين بروحيتك. is known as to phenyl biardine. and scribe as كزا. and it's moniker formula كزا. طبعا الراجل ده باين او انه هو بس هو هيديروسايكل. ليظر ان في كورنر مختلف. فكده كده اجابة ايه وبين ما ينفعوش. فهو هيديروسايكل كده كده. C cam H cam آآ ان كام. تعال نشوف. مبدئا هو C اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداشر يعني C احداشر. اتش كام من اتش اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة وهي انها يبقى هي الاجابة الصح تمثل الاجابة C. اسئلة بقى الترو الفولس عندك كتير حدس ولا حرج. بيقول له حك بقى اول سؤال مسلا. اتنين عمره ما بيدوف في المية. تلاتة طبعا عند ريحة مميزة جدا. لا 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 هو بيتحرق بسموكي فليم اه عشان عنده عدد كبير من الكاربون مش عدد كبير من الهايدوجين. فالاجابة مليون في المية. طبعا بقى بقى الاسئلة بتاعت الترو الفولس حاجات عبية تقدر ساعدتك تشتغلها عادي جدا. بعدين بيقول لك ارسم الستراكش فون بتاعت حاجات تلاتية رسمنا زي هكتي بيقول لك عايز اورسو كلورو طولون يعني عايز طولون طبيعي. عنده في الاورسو كلورو ده منظره يعني. وهكزا بقى تقدر ترسم بقى بقية الرسومات كلها موضوع عبيد جدا. هنا بقى بيقول له حياتك ازاي توصل حاجة لحاجة او ازاي تعمل من حاجة بيقول لك ازاي نجيب سايكلو هكسان فروم نورمل هكسان. دلوقتي النورمل هكسان سي سيكس اتش فورتين. ده في المنهك كله ملوش من الكاتاريتك ريفورمينج يديك بنزن. بالبلاتينيام طبعا. ويطلع تلاتة مولز من الهيدرش نرميهم برا. وبعد كده اربعة مولز ايسف اربعة مولز من الهيدرش. مش تلات. لان ده سي سيكس اتش سيكس. وبعد كده طلعه لبنزن. طبعا عايز بقى السايكلو هكسان. عادي جدا همسك البنزن. اعملوا الرياكشن مع ثلاثة مولز من الهيدرشن. يتكسروا اللي جواه ويديني السي سيكس اتش تولب اللي هو السايكلو هكسان. السؤال ده بقى دايما ييجي تشوز. فالخطوات المتبعة تبقى ايه? اول واحدة اللي بيسموها كاتاليتك ريفورمينج. والتانية بيسموها هايدروجي نيشن. فهيبقى ساعدتك هتعمل كاتاليتك ريفورمينج زين هايدروجي نيشن. بس كده. ودي تبقى اللي جايه بس صحيح. طبعا ايه لو تسعش ان كان فيه هيت وكاتاليست وبرشور وقصص يعني. وكلهم بقى نفس الفكر. اه 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 جامكسان فروم ايثاين. ال اي سين سي تو اتش تو. اجيب الاول ببنزن. اقرره ثلاث مرات. دايما هتروح الاول لنحضر البنزن. وبعدين نتكلم بقى. تريد هوت. نيكل تيوب. وبعدين بقى البنزن تاخده. تحولوا الجامكسان. ازاي? عملوا الرياكشن مع ثلاثة مولوف كولورين. فيتحول ساعتها الى جامكسان بس طعم بس نام اليو في. وهنا بقى كلورين وهنا كلورين وهنا كلورين وهنا كلورين وهنا كلورين وهنا كلورين. كلهم نفس الفكرة. هنا بقى هتعمل عملية زين هالوجينيشن. وبكده دي تبقى الاجابة الصحيحة لو هو مسلا السؤال تشوز. هتلاقي بقى كلهم نفس الفكرة بالمنصر ده. وطبعا موجودين في الموضع الانسل عند حاجتك. ده ده موجود في كتاب المدرسة. تقدر برضو تحله اسئلة عبيدة جدا. وده الاسئلة الوزارة حطها في كتاب المدرسة. فبالتالي تقدر تحلها عادي جدا. ومضوع عبيد جدا جدا جدا. ده السؤال اللي كنت بقول لك عليه. آآ جابوس ساني اللي فات. بقى لك بنزن. عملية لو عايز اجيب بيها طلون. اتفقى ان النورمال هيكسان بيجيب بنزن. انما النورمال هيبتان هو اللي بيجيب طلون. وده السؤال اللي كنت بقول لك عليه اللي جابوه السنة اللي فاتت. وبكده يبقى ساعدتك شفنا الاسئلة بتاعة السايمون سابن. بتمنى لكم كل التوفيق. زاكروا كويس شهر الامتحان. المراجعة نزلت على المنصة بتاعة فورت وان بالكامل تبدأ تتخذها تتفرج عليها اكتر من مرة. ان شاء الله بازن الله يكون امتحان سعيدة على حضراتكم. وكل سنة ومطايبين بوناسبة شهر رمضان الكريم. بتمنى لكم كل التوفيق الى اللقاء. اشتركوا في القناة